معانا الأستاذ محمود من الشرقية السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك الحمد لله نعمة وفضل يا أستاذ محمود أنا عندي مشكلة مع مرات ابني مع مرات ابنك آه متجوزة بقالها يعني جول حوالى 15 شهر مشت كانت حملت على طول مشت من الشهر السابع المهمة عملت بقى أم ساكنين في بيت العيلة يا حاج محمود آه بس في شقة الوحدي آه يعني بس أم ساكنين في بيت العيلة آه آه في بيتي أنا الأب أنا الأب عارف ما أنا بسميه بيت العيلة يعني عشان يجمع العيلة كلها آه 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 طيب جزاك الله خير فأنا روح أخدوها أهليتها هم أمها اللي جات أخدتها بالبيت يا ستي خاتاخدها فين قالت أنا حاخدها بس يومين كده واجب طب إيه كانت المشكلة الأساسية حاج محمود هي أكيد لما مشيت لا على فكرة ما فيش خالص مشاكل أنا دخلت الوحدة عندكم على فكرة أنا كلمتهم الصناعة وبحبش أحل حاجة اللي عن طريق الشارع عشان لا أظلم حد ولا أخدتها أمها وروح تجبتها وضعت عندي وصرفت عليها جزها صرف عليها طبعا جات قعدت خمستاشر يوم ونفس اللي حصل واخدتها والدتها وروح تقدمت في المحكمة من تاني يوم عملت قضية ايه قضية نفقة ولا قضية طلاق للضرر عملت نفقة وعملت أنه عنده أملاك وعنده مش أهل الحاجات اللي بتتعمل المحامين بتعملها للأسف طيب يعني ايه عملت قضية نفقة آه عملت نفقة معها طفل طبعا دلوقتي طيب وموقف ابن حضرتك ايه دا احنا عاوزين نرجعها روحنا للبلد كلها يعني موقف ابن حضرتك إنه هو متمسك بيه آه طبعا لا 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 احنا ما بنحبش ابننا يعني أي طفل صغير يتربى برا ومش عاوزينه يتشرط أصلا احنا عاوزين للمهم على بعض يعني أنا ما بتكلمشي أنا مش عاوز يعني أنا بعت حضرتك للوحدة عندكم في الأزهر في الزازين وراح الولد قاعدوا هناك معاهم لا بس خلينا نقول بس لو أنت بتتكلم في شيء يخصيني أنا في مركز الإشاد الزواجي في دار الإفتة في القاهرة احنا يبقى في مكرة فيها تبقى فيه مراكز دانية آه بس أنا إذا كنت بتكلم على عشان تتواصل معايا عشان بس أنا أتأكد من ده فحضرتك عندنا مركز الإشاد الزواجي هو مركزه في دار الإفتة المسالية في القاهرة وإن شاء الله قريبا يكون لأماكن أخرى فخليني بس أقول حضرتك أنت حضرتك دلوقتي بتسألني نعمل إيه في الوضع اللي احنا فيه ده يا حاجي محمود آه يعني أنا أعمل إيه في المحكمة بعتنا لنناسهم مشردين يعودوا حتى معنا بعتنا أهليتهم وإحنا عاوزين الرضا وعاوزين الخير طيب أنا عايزة أنا أقول لحضرتك الحال يا حاجي محمود فضل أول حاجة يا حاجي محمود أول إجراء الأجراء اللي فيه أنا شايف في الحقيقة فيه زحمة يعني الكلام اللي حضرتك كلمتي فيه ده فيه زحمة زحمة فين؟ زحمة في حويصلة صغيرة اسمها الأسرة الجديدة زحمة حضرتك موجود في الأسرة وكمان أهليتها موجودة في الأسرة فالأسرة الصغيرة دي زحمة فالأولاد ما بيش عارفين يفكروا حتى في مستقبله فإذن إحنا محتاجين أول إجراء حاجة محمود إن إحنا نرفع إيدنا عن العسرة الصغيرة دي لو حديك عايز إن هم يتواصلوا وممكن ما يوصلوش للمحكمة لإيه؟ ليه طيب؟ لإن المسألة بقت كلامة على الكبار أنا عايز الصغيرين يتكلموا مع بعض فأول حاجة خلي ابنك يتواصل مباشرة ولو هو سمعني ولو مرات ابنك كمان سمعاني خليهم يتواصلوا مع بعض وخليهم حد يبدأ بالسلام بلاش حكاية كرمتي وكرمتها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم الذي يبدأوا بالسلام حضرت النبي ما كانش بيهدر كرامة حد لكن بيفتح الأبواب للناس خلي ابن حضرتك يبادر ويكلم مراته بعيدا عنكم هم الاتنين يروحوا في حتة يتكلموا مع بعض حتى لو إنهما يروحوا في حتة يعودوا ويباتوا مع بعض ويتكلموا تلات أيام مع بعض تلات أيام مع بعض لكن هم لازم يبعدوا عن هذا التأثير عشان يقدروا يعرفوا زواتهم عشان يقدروا يقرروا الجواز بتاعهم بزواتهم الأمر الثاني والمهم جدا 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 في هذا السياق إنه لازم كل واحد فينا يعبر عن حبه للآخر أنت دلوقتي إيه اللي يخليها هي متمسكة هي حاسة إنه فيه واحد باعة ومن صغرش الأمور دي لازم هم يتكلموا مع بعض ويتكلموا بصدق عن مشاكلهم ومحدش فيهم يتفه من مشاعر الآخر فأرجوك لازم الحاجتين دولة لازم نعملهم الحاجة الأولانية لازم ابن حضرتك يبادر إنه هو يكلمه يقول لا إحنا نروح تلات أيام حتى لو يروحه في أي حتة لازم يبعدوا عن المحيط ده المحيط ده معبأ ومليان بال هي عتقول مليان بالذكريات غير جيدة يعودوا مع بعض ويتكلموا ويفتح حوار ويتكلموا في كل الأوجاع وكل الألام وكل الأشياء اللي بتضيقهم لأنهم عندهم ولد كمان لازم كمان يضيفوا وهم بيتكلموا مصلحة ابنهم سيبوهم يتكلموا مع بعض وأنا أظن إن احنا محتاجين بس إن احنا نسخ فيهم إنهم أكبار بالقدر الكافي إنهم يعيشوا حياتهم الزوجية الأمر الثاني لازم يروحوا الخبير عشان يقدر يصلح الكلام اللي بينهم لأن المشاكل اللي بينهم ده مشاكل متوقعة ليه؟ لأن دي اسمها مشاكل حديث الزواج اللي احنا بيتعامل معها زي بالزبط مشاكل حديث الولادة المسألة بسيطة ولكن تحتاج إلى إنهم يتواصلوا مباشرة مع بعض ويكون في تدخل من خبير دي نصحت لحضرتك لإني ولا ينبئك مثل خبير ولن تستطيع أن تصل إلى الحقيقة إلا إذا كنت هناك من يساعدك على أن تكشف الغشاوة عن عينك لترى نور الله سبحانه وتعالى فخلينا نشوف ده وكمان فاصل ونرجع نكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم وعنا أسئلتكم المباركة ومعنا الأستاذة هندي من البحيرة الله يجزيك عني كل خير ويحتزك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب يا رب يا حج هندي يا رب أبني يا حيزة أنا جوايا جامرة نار لو قلتلك بحور الكون كلها ما تكفيها هتقولي أنت تكذيبها ليه كده واحدة تخلي قلبي كده يطير بالدعاء الجميل دي تقولي لي جامرة نار جامرة نار ليه بس كل خير عن كل مسلم بتشتيله حضرتك بالفتوة اللي قال عليها ربنا سبحانه وتعالى طيب وليلي بقى وليلي بقى وليلي بقى وليلي بقى يلا قللي بقى ما قللي حضرتك هقول لي حضرتك أنا 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 في سكرب عظيم والحمد لله أنا أهل جوزي عملوا فينا ما يعمل خدوا مننا فلوسنا وخدوا مننا شئتنا وقولك مش أكتر من هم يعني حماية ده بيقولي أنا ربنا على الأرض أنا بدع عليهم لا حاوله لا قوة إلا بالله لتخبر الله العظيم أنا بدع عليهم وأنا خايفة إلا يكون عندي وزر بالدعى لأنا بدعي عليهم دوك لإني أنا في قرب عظيم منهم كل حاجة وحشة أنا متجاوزة جوزي دوك من 2011 كنت متجاوزة قبل كده وجوزي الأولاني ربنا افتكروا برحمته الواسعة أنا ما شكتش منه فأنت متجاوزة من 11 سنة بالضبط كده حضرتك طيب قليني بس وإيه اللي حصل أنت بتقول لي أخدوا منكم فلوسكم أبوه خدوا منه خدوا منه فلوسه زي الحمد لله هو عايش وبصحة الحمد لله طيب خدوا منكم فلوسكم إزاي بقى كده أوه وقت دور عجبكم على كده عجبكم مش عجبكم خلاص بسونا في الرزق اللي ربنا عطاهنوا من فضل الله إزاي خدوا منكم فلوسكم كده هو كده هو إحنا عملنا شقة بيتهم في بيت العيلة وبعدين استكتروا علينا ده وربنا رضانا بحط التوكتوك استكتروا علينا ده جوز يعني ربنا رضانا بشغلانا أنا جوزش أشغل أعلي زائي ربنا رضانا بشغلانا جنب الشغل التاعه استكتروا علينا مسكونا ضربونا وموتونا من الضرب مش ضربونا نصارى ومسلمين كانوا بيحاولوا يخشوا ينقذوني من إيديهم أقسمتلك بالله طيب أقدر أساعدك إزاي حاجة هند أقدر أساعدك إزاي قوليلي انا بدع عليهم أنا خايفة ليكون طيب خليني أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك دولاتي أستاذين ربنا يكفيك شر الشر ويبعد عنا كل شر ويحميك من نفسك ومن شطان الإنس ومن شطان الجن يا رب أنا وأنت وسائل المسلمين يا رب شكر وعند حضرتك برضو تقول لهم كلمتين كده حاضر وحش 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 حاضر 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 هما فيه لإني مش أنا بس اللي تظلمت هما ظلموا اتنين قبل مني واحدة توفت ربنا في تكره بحمته الوضع وواحدة من كدر الظلم بتحهم هرب تمتت من الشباك إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحفظهم ويبنا يجعلهم في الجنة ويحفظ حضرتك وإن شاء الله تكوني في صحة وسلام حاجة هند أنا بس عايز أقولك حاجة أنا مقدر كل مشاعرك بس أنت بتقولي لي أعمل إيه أنا شايف إن فيه حاجة مهمة جدا جدا أنت ليه عايشة في كل اللي فات أنا أنا مش بقولي الظلم إزلم لأ ده الظلم ظلماته اليوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي واجعلته بينكم محرما ألا فلا تظالمه فالظلم حرام الظلم كبيرة الظلم ظلام الظلم ضياع الظلم محق للبركة الظلم ده وتوجع عايز تمر في مكان مش هتقدر تخفف ألامك لا بلزة ولا متعة الظلم ظلمات في القبر وظلمات يوم القيامة الظلم خسف بالإنسان اللي بيأخد بيأكل أكل حق غيره ولو بمقدار شبر بيخصف في سبع عراضين مسألة أكل الناس أموال الناس بالباطل ده ما هواش هين ده بيجرب على إنسان النار وبيخليه من أهل السعير وكمان بيخليه من أهل بوار القلوب بقلبه يبقى بور ولا عايزه بالله وقلبه يتبور ويفقد إنه يأتي الله بقلبه سليم وذلك يفضل الإنسان اللي عليه حق متعلق وبيتعذب لغاية ما صاحب الحق يسمحه وذلك إيه اللي حاصل محدش يستهين بهذا الحق بس خلينا أكلمك أنت بقى حقه خلينا أكلمك أنت بقى أنك أنت دعتيلي وإنت بقى أن عليك ست طيبة عايزة أقولك بتعملي في نفسك كده ليه ليه حبس نفسك في ده هل اللي أنت بتعمليه أنا بطلبك اللي أنت لو لديك حق على طول إحنا عندنا سيئة دات القانون اطلوب حقك بالقضاء بس في نفس الوقت أنت عايشة كل الوجع والألم والهم ده كله ليه فيه لسه حياة واسعة ما تتمريش حياة أولادك حسسيهم أنه لسه فيه مستقبل ما يعيشوش بالألم والوجع لو عايشوا بالألم والوجع يعيشوا بالمظلومية وما تشتلاقي حد فيهم بيدوق طعم الحياة ما تفسديش حياتك وحياة أولادك يستمر في الحياة توكل على الله وخليك قوية وطلب بحقك ما فيش مشاكل طلب بحقك وحق جوزك لكن في نفس الوقت ما تعيشيش كده خليك قوية فاكرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء المرأة قال لها سبري أمرأة وبعد كده حضرت النبي رحمة الله قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى سبري جمدي جمد أنت عندك مدد من ربنا أم الوحادة النبي قال لك واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب أنت عندك مدد من ربنا أنت موصولة بالله بما إنك مظلومة فأنت موصولة بالله توكل على الله وما تبقيش ضعيفة ولا حاسة أن أنت موجوعة عشان حياتك تستمر واستبشري الله سبحانه وتعالى لا يضيع الأجر ولا يضيع العمل ولا يضيع أبدا حق إنسان لأن هذه الأشياء مكتوبة عند الله ولن تضيع وبعدين أقول لك حاجة الناس دول ما خدوش منك ولا ملي لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجلها عايزة ترتاحي فلوس دي ما كانتش فلوسك يعني ما كانتش فلوسك ما تعودش تبكي عليها وتضيع حياتك عليها طالبي بحقك وإذا رجعت يبقى رزق ربنا وفتح عليك مرة تاني بس أنت عتعيشي ورزقك محدش ياخده منك اوعي في يوم الأيام تحس إن حد خطف منك رزقك ولا أقل من رزقك محدا مش هيحصل لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجلها توكليه على الله واجمدي اجمدي وخليك قوية لأن الله سبحانه وتعالى حب المؤمن القوي